اهلا وسهلا فيكم من جديد طريق عجلون كفرنجا وادي الطواحين هذه هي الطريق الذي يربط المحافظة باللواء ويعد طريقا رئيسيا للاغوار الشمالية الا ان مرتديه يشكون من ضيق مساحته ومنعطفاته الحد حيث يتسبب بوقوع حداء حوادث وحظ لارواح كثيرة للوقوف على هذا الموضوع ينضم الينا من هناك مراسلنا صهيب المومني اذا صهيب صباح الخير ضعنا في الصورة لديك لو سمحت نعم بالفعل صباح الخير على صباح الخير مشاهدين الكرام نحن الان متواجدين في محافظة عجلون تحديدا في هذا الطريق هو طريق وادي الطواحين كفرنجا هذا الطريق الذي يعد ذا تاريخ وايضا ذا قيمة حضارية وتاريخية اليوم هذا الطريق يعاني الكثير فيعد هو وجهة سياحية للعديد من السياح الذين يزورون محافظة عجلون فقد قطنه الرومان وقد كان معقلا لجلون صلاح الدين الايوبي ايضا مر به الرحالة ابن بطوطة هذا الوادي اليوم يعاني الكثير واصبح يلقب بوادي الموت لكثرة الحوادث التي تحدث عليه فهذا الطريق يربط محافظة عجلون بلواء كفرنجا ايضا يعد طريقا نافذا الى الاغوار الشمالية اليوم هذا الطريق يحتوي على 45 منعطفا حادا كما ايضا يحتوي على العديد من هذه المنعطفات التي تتسبب يوميا بالعديد من الحوادث اكتاف الطريق تتعرض يوميا الى انهيارات متتالية بسبب تصدعات موجودة فيها لا توجد اكتاف على هذا الطريق لوقوف السياح ايضا فهذه الحوادث تحدث هنا بسبب من هذه الاسباب عدم وجود الاكتف وللاطلاع اكثر على الموضوع وعلى الخطط الموضوعة لهذا الطريق ينضم الينا الدكتور محمد نور السمادي رئيس مجلس اللامركزية في محافظة عجلون مهندس صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا فيكم اليوم هذا الطريق اصبح هو عصب رئيسي لابناء لواء كفرنجة وايضا طريق نافذ الى الاغوار الشمالية اليوم هذا الطريق يعاني الكثير والكثير واصبح يلقب بطريق الموت ما هي الخطط الموضوعة خلال عام 2019 لهذا الطريق وايضا يعتبر وجه سياحية السياح الان يرتادون محافظة عجلون ويرتادون هذا الوادي واصبحت الحوادث تتزايد شكرا استاذ صحيب ونشكر رؤية اللي خلال شهر سلطت الضوء على محور مهم جدا في جانب التنمية وجانب تسهيل تلبية احتياجات الناس حقيقة طريق عجلون كفرنجي وادي الطواحين هو طريق حيوي وقد قلنا سابقا بان هذا الطريق هو متعرج وخطير ويتقى عليه حوادث كثيرة ولابد من استحقاق رأي مهم جدا والان توافقنا مع وزارة الاشغال ان يتم دراسة كامل الطريق لكن لا تسعفنا المخصصات المخصصات استنزفت لتغطية ما تبقى من العطاءات التي حيلت عام 2018 هذا الطريق ليس طريقا فقط للنقل هو طريق سياحي هو طريق زراعي هذا الوادي يشهد له في الشمال كاملا دائم الخضرة دائم جرايان المياه المزارعين فيه نشطاء جدا الاشجار الكثيفة وطواحين المياه الموجودة القديمة تجعل له بعدا سياحيا وزراعيا مهمة جدا جاذبا لا بد من تبطين القنوات ولا بد من اعادة جرايان المياه بحيث انها تغذي الحقول وتساعد المواطنين في زراعة اراضيهم المنتجة من الزراعات الخضرية الموجودة من الخس والملفوف والفول وهناك ايضا الحمضيات وهناك الاشجار المثمرة ومعرشات العنب جميع الخضروات والفواكه تزرع في هذا الوادي لذلك نقول بان هناك استحقاق بان تقوم وزارة الزراعة وزارة السياحة وكذلك الوزارات المعنية مع مجلس المحافظة بعمل خطط لها بعد تنمو لانعاش هذا الواد وتمكن الناس من زراعة اراضيهم وتوفير قوت يكسبون قوتهم بعرق جبينهم يعني دكتور اليوم احنا بدنا نوصل رسالة للمواطن المواطن ينتظر حل لوادي الموت بدنا تعطينا التفاصيل لهذه الدراسة وايضا بدنا تعطينا الميزانية الموضوعة لهذا الطريق او الدراسة ماذا نتج عنها ما هي الميزانية متى سيتم المباشرة بهذا الطريق الطريق طبعا اي مشروع لابد من عمل دراسة كامل اله الطريق الان في مرحلة الدراسة لماذا الدراسة لان طبيعة هذا الطريق هي طبيعة التربة الموجودة تربة انزلاقية وكذلك منعطفات خطرة واذا هناك قطوعات وردميات عالي جدا لابد من عمل دراسة الها لكي تأخذ جميع عناصر السلام المروري الموجودة في هذا الطريق هذا استحقاق أول الاستحقاق الثاني فرد مساحة من المخصصات كافي لهذا الطريق لم نستطع للآن توفير مخصصات للتنفيذ نتطلع إلى أن نتوافق مع وزارة الأشغال العام والحكومة بفرد مخصصات تزيد عن مليون دينار لتنفيذ هذا الطريق عيوننا تطلع الآن لإنجاز الدراسي لنتواصل ونستمر مع الحكومة بفرد مخصصات لهذا الطريق لأهميته وخطورته وسلامة المواطنين نعم دكتور محمد نور اسمادي رئيس مجلس المركزية شكراً كثير إليك والآن مشاهدين الكرام للإطلاع على الجانب الفني ينضم إلينا مدير أشغال محافظة عجلون المهندس زهير أبو زعرور مهندس الله يصبحك بالخير صباح النور الله يعطيك العافية مهندس يعني هذا الطريق على مرأة من عينك فانهيارات من خلفك وأيضاً منعطفات من أمامك أصبح يلقب بطريق الموت الجانب الفني في هذا الطريق يعاني الكثير فضعنا اليوم بالصورة لمخططاتكم أو الخطة الموضوعة للتعامل مع هذا الطريق فأصبح طريق يشهد انهيارات متتالية وأيضاً طريق يشهد حركة سياحية كثيفة وأيضاً طريق نافذ إلى لواء كفرنجة والأغوار الشمالية ضعنا اليوم في الصورة لهذه الخطط وضعنا أيضاً بما سيحدث عليه خلال عام 2019 أخ سواي بصباح الخير أول شيء ما في خلاف على أهمية هذا الطريق بالنسبة لمحافظة تعجلون هو من أهم الطرق الموجودة في المحافظة قامت وزارة الأشغال بإنشاء هذا الطريق قبل حوالي نحو عشرين عام الطريق زي ما تفضل الدكتور محمد نور أنه بمر في منطقة طوبغرافية وجبلية صعبة معبد الطريق بعرض ثمانية متر بالإسفلت مزود بالشواخص الإرشادية والمرورية والحواجز الحديدية على جوانب الطريق حماية للسلام العامة الآن دعونا نحكي عن الترتيبات التي لدينا والتحديات بالنسبة لهذا الطريق نحن فيه ترتيب إن شاء الله خلال هذا العام التوافق مع الوزارة والمركزية أنه نقوم بعمل دراسات فنية كاملة لهذا الطريق التحديات التي في هذا الطريق تتمثل أولاً الطبيعة الطوبغرافية الصعبة للمنطقة والتربة طبيعة التربة التي زي ما تفضل الدكتور تتعرض إلى انهيارات وأعمال قطع عالي بارتفاعات تصل في بعض المناطق إلى أكثر من ثلاثين متر نحن التحدي الأكبر تقريباً التحدي الأكبر اللي بواجهنا أنه كثافة الأشجار الحرجية والمثمرة على جوانب الطريق يعني في حالة توسعة في ترتيبات كيف بدنا نزيل هذه الأشجار ونعوضها ونعمل أمور يعني تنسجم مع البيئة المنطقة وبيئة الطريق مهندس يعني العديد العديد من الحوادث تحدث يومياً وأيضاً العديد من الانهيارات بدنا وقت للمواطن تحكي وقت لأنه في ناس بارتقبوا وبنتظروا بأنه هذا الطريق يحدث عليه تعديل أنه يصير يمروا منه بسلامي يزوروا الوادي هذا الوادي الجميل الذي يعدوه من أنذر الأودية في الأردن متى التوقيت اللي يبدأ بالمشروع متى العمل أخي صهي بداية يعني أنا بداية الإخوان السائقين ومرتدين الطريق أنهم يلتزموا بالإشارات الإرشادية والتحذيرية على الطريق يعني زي ما بتشوف ممنوع التجاوز السرعة المحددة على الطريق هي 60 هي المسافة كلها 5 كيلومتر فحفاظاً على سلامتهم بداية أنه الالتزام بالسرعة المقررة الالتزام بإشارات منع التجاوز والمنعطفات الآن خلال عام 2019 إن شاء الله سننتهي من عمل الدراسات الفنية بالتنسيق مع الوزارة العام القادم نتأمل أنه يتم توفير المبالغ اللازمة لإنشاء الطريق والتي تقدر بحدود 1.5 مليون دينار وهذا إن شاء الله فيه ترتيبات مع المركزية ومع الوزارة وجميع الجهات لتأمين المبلغ المطلوب لتنفيذ الطريق مرة واحدة لأن هذا الطريق لا يمكن العمل فيه إلا إغلاق وإغلاق كامل وعمل تحويلات وبالتالي ما بنحب نشتغلوا على أجزاء المفروض أنه ينشتغل في مرحلة واحدة تخفيف فنعا للمواطنين وإن شاء الله بنتأمل أنه يتم تأمين المخاصصات اللازمة بعد الانتهاء من الدراسة حسب الأصول نعم مهندس زهير أبو زعرور مدير أشغال عجلون شكرا جزيرا لك نعم بالفعل مشاهدين الكرام هذا الوادي وجهة سياحية في محافظة عجلون يعد من أهم الوجهات السياحية لكن المنعطفات الخطرة وأيضا الانهيارات وضيق الطريق أصبح معضلة أمام السياح وأيضا أمام مرتديه بشكل يومي هذا كل ما لدي حتى الآن أنقل لكم الكلمة في الأستجابة اشتركوا في القناة